في أعقاب الهجمات الإسرائيلية التي طالت مواقع عسكرية في إيران حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون طهران من الرد على ضربات إسرائيل مؤكداً في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على فرص نزعفة للتصعيد في المنطقة أوستون قال في بيان إنه ينبغي أن لا تقترف إيران خطأ الرد على الضربات الإسرائيلية وهو ما ينبغي أن يمثل نهاية لهذا التبادل في الهجمات قائلاً إن هناك فرصة لاستخدام الدبلوماسية لتخفيف التوتر في المنطقة من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الهجمات الإسرائيلية على إيران تحول إلى خسارة أخرى لهذا الكيان مؤكداً أنه من حق إيران الدفاع عن نفسها وأن الرد على الهجمات الإسرائيلية حتمي ومؤكد إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن لإيران الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تتعرض لها وقال وزير الخارجية عباس عرقجي إن بلاده عازمة على الدفاع عن نفسها وسبق لطهران أن أكدت على لسان مسؤوليها أنها سترد بشكل قاس على أي ضربة تستهدف البلاد بعد تقارير عن نية إسرائيل ضرب منشآت نفطية ونووية وكانت إيران قد طلبت بعد الضربة بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي على خلفية الهجوم الإسرائيلي دعية الأمم المتحدة لاتخاذ موقف صارم وإدانة حازمة وواضحة إزاء الهجوم ترجمة نانسي قنقر